السلام عليكم ورحمة الله وشراكم أخوتي نتمنى تكونوا بخير ولا بس وتكون استفدتوا من الدروس السابقة في القناة يعني نتأسف يعني نتأسف يعني نتأسف جدا على الانقطاع للمدة هذه اللي فاتها شهر تقريبا ما درت حتى نشاط ولادة الكم فيديو هنا على القناة تعنتها باقود بايب فيتر اليوم سأعطي لكم درس جديد ممكن على بالكم فيه مسبقا ما هو كيف نعرف الاسبول على إيزوميتريك كما هذا وهي ليست مطحة عندي كما سترى في المثال أمامكم هذا المثال هو شركة خدمة الانجينيرينج وما هي الانجينيرينج كما ترى لا يوجد هناك حالة بالعربية وما هذا هذا هذه النقطة بدأت وهذه النقطة هي كيف ندير الاسبول ونعرف الاسبول في الشنطي ولكن لا يوجد هنا المهم على إيزوميتريك كون يمدون في الحالة هذا السؤال موجه بالعموم بالعموم الجميع من الذين يخدمون في الضمان أو في الباردة المواسير وخصوصا هو موجه للمهندسين خاصة الذين يعملون في المكاتب الفنية ومسؤولون عن هذه التاسكة ومسؤولون 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 وكما العادة هذه الميتة القدام نتمنى أن الأرقام موضحة ونرى فترة إذا لديكم فكرة على الأمر فقط ثلاثة ثانية أو فترة أدخل كل واحد يعطيني فكرة من رأسه تفضلوا اشتركوا في القناة 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 بمسافة 150 أو 250 على الاسبر برسيجر هي بالعموم 250 على المركز السعود الاسبر هنا يعني كيف لكم هذا وكني حب نخدم نقسم هنا نقدر نقوم بها 4.000 1 متر ونقدر نقوم بها 12.000 هيا ولد 16 وشحال تبقha لك تبقى لك مستحيل لانه متر هنا في الحالة سنزيد بركة ومنه هنا الحالة هذه سنقسمها 12-12 والباقي يشوفونها تشجيك هنا أصلا هذه الأطوال الموضحة تركز منها ما بين السيبور والسيبور ومشي ليس بين الجوة والجوة نحن تلقاها من هنا من هنا من هنا سنقسمها هنا 12 متر 12 ألف في الحقيقة 11 ألف مم من هنا إلى هنا سنقسمها 12 ألف أخرى هذه الحالة 24 تبقى لك 5 ألف يعني هنا تكون لك 5000 مم يعني في الوكاة يعني لا يوجد طول أطول من 12 ألف وهذا بسبب وسيلة النقل اللي كانوا معروفة اللي هي الكامل الشاحنة بالفرنسي نحن اللي ما عرفوها نقولوا بلاتو اللي عنده الرومورك كبير بلاتو هذه نقطتين بينين نقطة أخرى هذه 5000 مم مم كل ما يكون عندك نقطة أخرى نأخذها باعتبار هي الارتفاع سنقسم هنا تكون هكذا احتمال احتمال هنا في النقطة هذه تكون تكون هنا تكون عندها حتى أسفول وبما أنه هي في حدها صغيرة سنقسم هنا سنقسم هنا هكذا الارتفاع سنقسم هذه نقدر نعتبرها حتى النقطة هذه يعني تكون هذه مع بعضها وعندك مع بعضها وعندك مع بعضها هذا نقطة أخرى نقولوا حتى اللي هنا 10500 حتى اللي هنا قدرنا نضيفها بحكم أنه لا يتعدى 12000 هذا في الحالة العامة فارضا في الحالة لأن هذا بالعموم هو 12000 ولكن قادر يكون عندك متوفر في الشركة أطوال متوفرة 6000 ولكن حساب 6000 و6000 مع بعضها ستكون هنا وصلة بناتهم بصحة الطول ما يفوت 12000 هذا بالعموم نقطة النقاط تبقى لك النقاط أخرى التي في اللابوبين مثال نقول هذا ونقابلها من هنا طبعا يجب أن تكون هنا في الحالة هذه لم أركز على إجابة مع نقاش مع صديق يونس أكد على النقطة هذه وهو قديم عليها ولكن عامة لاحظت النقطة هذه التي هي توافق التوقوف هذه مع هذه مثلا في الحالة هذه هنا يقول توافق التوقوف يكون متوازين مقابلين بعضهم كينديرا نبوبين هنا هنا أعرف مباشرة هذه فرضا وراها بريد واحدة في الحالة هذه بالعموم ستكون هذه حتى هنا تابعة هذه وهذه تكون قطعة واحدة اخرى أو تكون حاجة واحدة اخرى هذه بالعموم هذه مجرد نقاش فقط أولا نعود نذكر قلنا يكون عندما تكون مكاشر أي سيراج هذه نقطة أولا عندما يكون الشد يحدد لنهاية السطول عندما عندك الطول الأقصى وهذا موراعة إلى آدات النقل الشاحنة هذه واحدة وكاين نهضر ثاني قلنا في حالة يكون الارتفاع متى تكون هنا 5.000 متر هنا وهو الارتفاع وهو معيار ناخده مع الاعتبار أيضا في القصة الأمور وكاين ثاني قلنا تقابل الفلنجات مع بعضها هذا أيضا الذي يحدد لي كيف تكون بغض النظر هذه الأمور بالعموم ناخده مع الاعتبار إلا أنه هذه وظيفة المهندس لأنه عنده المخطط تولية الأبعاد تاع الشنطي يقدر به يعرف فرضا كان أمور ناخده مع الاعتبار اللي هي الاستريكتير اي حاجة كما هي قادرة تاني في حداتها تخليني نضطر أني مقصة هنا وتاني كان أمور النقطة أخرى اللي هي كيفة طريقة للحملة تاع سبول باش ننخلها ونحطها في البلاصة هذيك هذيك تاني ناخدها مع الاعتبار ولكن انت كافيتاري ولا تيوتر ما يهمكش الأمور بالعموم لأنه وش يهمك انت اللي هي يعني بالضرورة بالضرورة انت كافيتاري وش يهمك هو الطول تاع سبول كما راك تشوف اللي هنا ما سيحي تلقها تفوت 12 نلف ولا تاني باش تحدد النقطة تاعك وين تفض اللي هي ما تكون بعيدة على السبور هذي باش نحطها يعني بالنسبة ليكن جاية انا احكي لك عن تجربة واش خدمت في واحد الورشة ورشة بتاع البريفابريكاسيو شفت هكذا امور يخدم تيوتر بعي الاعتبار أبارسا ما عندك حتى دخل في الامور الأخرى ولكن اعطيناهم لكم بالعموم اللي يخدم بعي الاعتبار في النقطة هذي هاي المهندس نتمنى نكون ثدتكم في النقطة هذي هاي ونتمنى يعني تكونوا يعني الفكرة وصلت وفي الاخير اخوة الكرام نطلب منكم الدعم والضغط على زر تفعيل لكي يصلكم جديد ان شاء الله يعني اعجباني وشاركتاني واذا عندكم اي سؤال تطرحوهولي ما عندي مشكلة نتناقش معاكم ونتقبل الفكرة لشة تاعي تاعك هي الأصحة نتقبلها وناخدها بع الاعتبار ثم تتعلمون نتعلم انا تاني وعليا يحتاجي يتكلمني ماشي مشكلة نضع لك الرابط تاعي على الفيسبوك نقدر نحكي معاكم ونقدر نتناقش معك في اي امر يعني وراح نعطيكم امثلة اخرى كما هكذا فرضا نقدروا نحكيو فيه في الفيديو الجاي ولا تحبون تناقشوا في الفيسبوك في اللاباش هذا هو الدرس يعليم بالعموم اتها الله فيه وراحكم السلام عليكم